السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السوريين والعراقيين اللي كان يتحدث ماذا بعد اللي هو كيف نبني المجتمع أو كيف نعمل مشاريع مجتمعية بعد إصراعات المسلح أمري فيه تحدي كبير جدا 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 كان نقاش فيه راقي أكثر من راقي ولكننا مصممون على أن نستمر في أن نبني مجتمع وليس فقط أن نطعم جائع أو نأوي شريد وأن كان كل منهم مهم لكن حاليا لابد أن نفكر وبطريقة عملية وبطريقة فيها تحالف واتفاق على أن نضع رؤية لماذا بعد الحرب في السلم وكيف نبني المجتمع من خلال مشاريع المجتمعية النهاردة هنتكلم عن موضوع تاني يعني موضوع خطير جدا أنا كنت كتبت فيه كلام من زمان وأردت أن أعرضه عليكم لأن الأجواء اللي احنا بنعيش فيها حاليا أجواء مسممة بالتدليس وبالكذب وبالرياء وبالنفاق وبالتغميم والتعتيم إلى آخره إلى آخره الأجواء اللي بتفكرنا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بعصر المسيخ الدجال اللي حيجي وحيكون مكتوب على جبهته هذا كافر ومع ذلك فيه ناس جدا لن يروا أو لن يريدوا أن يقرؤوا ما هو موجود أو مكتوب على جبهته فنحن في عصر فلسفي يعطينا رؤية هذا أو مناخ عصر المسيخ الدجال اللي هو لم يأتي بعد ولكننا نعيش في أحداثهم أبيض دايما بشكر الشباب اللي بيساعدوني عبد الرحمن وأحمد الشيخ وجزاهم الله خير الموضوع النهاردة سهل جدا 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 هو اسمه اعرف عدوك مين هو عدوي؟ أول حاجة من يحربك في دينك من يحربك في دينك لا يريدك أن تؤمن بدينك وتقول لك أن تتبع دينه دين مرة واحد يحقر من ثقافتك ويحقر من لغتك ويحقر من قيمك وتاريخك وتقاليدك في الغالب لا يريدك أن تقرأ التاريخ الذي صنعه الأجداد وصنعه الأسلاف لكي لا تشعر بالعزة وتستطيع أن تمكن نفسك من المجتمع وتمكن مجتمع منك لكي تنشئ حضارة ونهضة كما أنشأها الأسلاف والآباء من قبل ده نمرة واحد نمرة اتنين أنه الذي لا يردك الخير على الإطلاق يحقبه عنك يخبيه ولا يريدك أن تتعلم يجاهلك يجاهلك ويحارب التعليم ويحتكر التعليم على فئة معينة أو عليه هو في الخارج إن لم يكن من الوطن لماذا؟ لكي يحتكر العلم والمعرفة وتفاصبح الفجوة بينك وبين هذا العدو كبير جدا فتصبح تابعا دائما جاهلا مجاهلا يحقبه عنك الخير يحارب التعليم عندنا أول آية في القرآن هي يقرأ ويقرأ ويقرأ مش معناها فقط القراءة يقرأ معناها أنك تطلب العلم من المهدي إلى اللحد بكافة أنواعه وبكافة أنواع معرفية وطدقية نمرة ثلاثة هو اللي بيخليك إيه يعني يحبتك ويصبتك ويجعلك في الأزمات تقبل من أنصاف الحلول بالرغم أن أنت قادر على أن تضع الحل الجذري لمشكلتك المجتمعية بالرغم أن أنت عندك القدرة والإمكانية والرؤية أنك تضع هذه الحلول لكنه لا لا ما في داعي ما في داعي فيثبت ويحبت ويخذل هؤلاء الشباب اللي في مجتمعك لهم طبعا هتعملوا إيه ما قبلوكم ما عملوش حاجة فلا بد علينا من أن نحاول ونحاول 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 ونجعل الفشل وسيلة للنجاح ونجعل الفشل وسيلة للنجاح ونجعل الإخفاق وعدم الإنجاز وأيضا وسيلة للنجاح يبقى من أن يجعلك تقبل أصلاف الحلول وأن كنت قادر على إيجاد الحلول الجذرية هو الذي دائما ما يثبتك أنه ألتها قبل كده ويخذلك ويقلل من قدرك ويهو من عذمتك ياه رايحين فين ما اللي قبلوكم ما عملوهاش شفت دل عمله إيه وشفت دل عمله ونرسوش لحاجة ده يعتبر من الأعداء اللي أنت بتخاف أن أنت يعني تستمع لكلامهم وأن كنت تأنس لهم وتعتبرهم أصدقائك هو نفسه هذا العدو اللي بيمني داخل المجتمع بتاعك فلسفة الاعتماد على الغير يا عم ما فيش داعي أنها نزرع ما فيش داعي أنها نصنع ما فيش داعي أنها نعلم الناس ما فيش ما فيش ما فيش ما هو بتجنل حاجات من الصين ومن الهند ومن أمريكا وأرخص بكتير الاعتمادية هي جزء من العدوة المجتمعية الاعتمادية هي جزء من العدوة المجتمع معناها إيه؟ معناها أن الذي يريد أن يبني المجتمع لابد أن يستثمر فيه فقد تكون في الخمس سنوات الأولى أو العام السنوات الأولى الأسعار أكتر تكلفة لكن بعد عشر سنوات حتطلع أنت منتج منتج تعليمي منتج ثقافي منتج زراعي منتج صناعي يستطيع أن يتنافس مع المنتجات الخارجية ويصدرها للخارج وهم يستوردوها منك يبقى هو الذي يبني في مجتمعك ذلك في فلسفة الاعتماد يا عم خليهم يجبهانا بقى حنجغل مخنا ليه؟ ليه حنجغل مخنا؟ لا حنجغل مخ وحتعلم وحتكلف وحط استثمار في التعليم وحط استثمار في التصنيع وحط استثمار في التأهيل إلى آخري إلى آخري إلى آخري دو الأول خمس نقاط بالنسبة للأسرة أنا قلت قبل كده كتير مش أنا الوحدي يعني كتير جدا